اشتركوا في القناة وذلك اثناء التصدي للعناصر الارهابية كما اسفر الحادث عن هروب عشرة من المحكومين في قضايا ارهابية وقد اصدر الفريق الركن مع علي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وقد باشرت الاجهزة الامنية المختصة فور وقوع الحادث اجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية اليه واختار النيابة العامة هذا وتكثف الاجهزة الامنية من اعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الارهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب اعمال ارهابية افضت الى قتل وترويع المواطنين والمقيمين وهم احمد محمد صالح محمد الشيخ ستة وعشرون عاما عمار عبدالله عيسى عبدالحسين ثمانية وعشرون عاما محمد ابراهيم مل رضي الطوق ستة وعشرون عاما حسن عبدالله عيسى عبدالحسين اربعة وعشرون عاما عيسى موسى عبدالله حسن اربعة وعشرون عاما احسين عطية محمد صالح سبعة وثلاثون عاما صادق جعفر سلمان حسين سبعة وعشرون عاما عبدالحسين جمعة حسن احمد العنيسي واحد وثلاثون عاما رضا عبدالله عيسى الغسرة تسعة وعشرون عاما احسين جاسم عيسى جاسم البناء سبعة وعشرون عاما وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية واهمية تعاون المواطنين والمقيمين انطلاقا من حرصهم على الامن المجتمعي تهيب وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في القاء القبض على المحكمين الهاربين والعناصر الارهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ الاسراع مشكورا بالاتصال على تسعة 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 او الخط الساخن ثمانية صفر 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 ثمانية صفر صفر ثمانية مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات محذرين في الوقت ذاته كل من يتستر على اي منهم بانه يقع تحت طائلة القانون والمسائلة الجنائية اذ تنص المادة مئتان وخمسة وخمسون من قانون العقوبات البحريني على انه يعاقب بالحبس او الغرامة من اخفى بنفسه او بواسطة غيره متهما في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس او صدر في حقه امر بالقبض عليه او حكم بالاعدام او بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك